سيدة فاضلة حاصلة على شهادة متوسطة كانت تعمل موظفة وبعد زواجها بأعوام أصر زوجها التاجر على تركها لعملها فوافقت واكتفت برعاية ابنيها هادي وعمره 13 وأحمد وعمره عشرة أعوام وبعد عامين سقط الزوج مريضا بعدما خسرت تجارته خسارة كبيرة ثم توفي من أثر الصدمة فتحملت الزوجة المسؤولية قامت الزوجة بشراء مجموعة كبيرة من البط من مختلف الأصناف لتقوم بتربيتها داخل بيتها وقبل صلاة الفجر كانت تستيقظ وتظل تدعو الله ثم تصل الفجر وتضع البط في قفص وتذهب به إلى السوق وتجلس لتبيعه كان ابنها الأكبر هادي يخجل من عمل أمه وكثيرا ما دعا بعدم استيقاض أمه كي لا تذهب إلى السوق لأن أصحابه كانوا يعيرونه بعمل أمه ولكنه ولحبه الشديد لأمه لم يطلب منها ترك هذا العمل وإنما سألها لماذا ترفض أخذ نقود ممن يقرضها أو يتصدق عليها فابتسمت وذكرت له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وحديثه أيضا لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه وفي أحد الأيام وأثناء خروج الأم بعد صلاة الفجر وهي تحمل قفص البط فوق رأسها سقطت على الأرض فنادت على هادي ليأخذ بيدها فجاءها وأخذ بيدها وشاهدها وقد التوت قدمها فظل يبكي لأنه ظن أن أمه سقطت بسبب دعائه ورغم ألم قدمها حملت القفص على رأسها بعد أن ربطت قدمها بقطعة قماش وذهبت إلى السوق وهي تعرج وفي أحد الأيام مرض البط ثم مات فظلت الأم تبكي بشدة بينما كان هادي سعيدا لأن أمه لن تذهب للسوق بالبط وتساءل بدهشة لماذا تبكي أمي وبعد يومين عرف هادي لماذا بكت أمه عند موت البط فعندما طلب منها دفاتر جديدة أو ملابس أو حتى طعامة لم يجد معها نقود لقد شعر بعد موت البط بالعجز الذي وارته أمه عليه وظلت تشعره بالأمان وهي سعيدة مهما عانت لقد علم أنه لم يكن من يتحمل كلام الناس بل هي التي تحملت انتقاد الجميع فرغم أنها كانت موظفة ثم عاشت في رخاء مع أبيه لسنوات إلا أنها لم تخجن من بيعها للبط لأنها أرادت أن يعيش وشقيقه في سعادة لذلك نهض هادي واحتضن أمه واعتذر لها وهو يبكي ثم ودون أن يخبرها ذهب إلى التاجر الذي تشتري أمه البط منه وأخبره بما حدث للبط وبحزن وتعى بأمه وطلب منه أن يعطيه مجموعة من البط وسيدفع له ثمنها بعد بيعها فوافق التاجر وأعطاه ما يريد ودون أن تشعر أمه وضع البط داخل القفص وبعد صلاته للفجر حمل القفص على رأسه وذهب به إلى السوق وجلس ليبيعه وكأنه تاجر كبير وبعد أن باع كل ما معه ذهب واشترى طعاما وفاكهة وحلوى لأمه وأخيه وعندما علمت الأم بما قام به فريحت كثيرا وعندما شكرته وعدها بأنه سيقوم بتربية البط وبيعه في السوق معها في العطلة وسيقوم بإراحتها والإنفاق عليها بعد تخرجه ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون طلبت الأم من ابنتها أن تلغي مأدبة العشاء التي تعودت أن تقيمها كل خميس لجارتها الفقيرة وابنيها اليتمين نظرا لذهابهما في المساء إلى سوق تجاري لتسوق وشراء باقي جهازها حيث أن موعد زفافها اقترب إلا أن الإبنة أصرت على تقديم المأدبة والترحيب بجارتها وابنيها وقالت لأمها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الصدقة تطفئ الخطيئة وتدفع ميتة السوء وبعد حضور الجارة وابنيها والانتهاء من الطعام ودعت الإبنة ضيوفها وخرجت مع أمها بعد أن صلت صلاة العشاء وفي أحد الأسواق التجارية الكبيرة صعدت الأم وابنتها للدور الثاني وإذا بسيدة عجوز تستند على عكاز تطلب من الأم أن تسمح لابنتها بفتح باب المصعد حتى تنزل وتخرج من السوق التجاري لأنها لا تستطيع فتح الباب أو تشغيل المصعد فوافقت الأم وأرسلت ابنتها لتفتح لها الباب نزلت الإبنة مع العجوز وانتظرت الأم رجوع ابنتها لمدة ربع ساعة ولكن ابنتها لم تعد وأخذت تبحث عنها داخل السوق التجاري فلم تجدها فصرقت الأم وحضر رجال أمن السوق ونزلوا مع الأم ليبحثوا معها عن ابنتها وأمام باب السوق التجاري شاهدت الأم سيارة أمن وضباط وزحام وإذا بابنتها تبكي في حالة سيئة ولا تستطيع الحديث فاحتضرتها وأخذت تهدئها ثم شاهدت الأم السيدة العجوز وقد ألقى رجال الأمن القبض عليها فسأل الضابط الأمن عما حدث فقال لها يبدو أن ابنتك من الصالحات لقد نجاها الله من الهلاك فهذه السيدة العجوز نراقبها منذ فترة وعندما نزلت ابنتك معها في المصعد أخرجت مخدرا من حقيباتها ورشت به ابنتك وعندما أغمي عليها طلبت من الحضور أن يساعدوها ويحملوها إلى سيارتها لأنها مريضة وأغمي عليها بسبب جو المصعد وكان في السيارة شابان يأخذان الضحية إلى بيت السيدة العجوز التي تتاجر بأعراض الفتيات وقبل أن تصل ابنتك إلى السيارة قمنا بالقبض على السيدة المجرمة ومن يعمل معها والحمد لله على سلامة ابنتك التي أنقذها الله من هذه العصابة وبعد أن أفاقت الابنة تماما شكرت ربها وحمدته على وقوفه بجانبها وقالت لها أمها يا بنيتي دائما تتصدقين وتتقين الله وتقدمين الخير لكل الناس ولذلك أنقذك الله وجعل لك مخرجا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل ثنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون تاجر ثري كان لا يهتم سوى بالإنفاق على بيته أما أقاربه وجيرانه فكان بخيرا عليهم ولا يسأل عنهم وفي أحد الأيام أثناء وقوفه في معرضه سقط فجأة على الأرض ولم يستطع الوقوف وأصيب بشلل في قدميه فبدأ رحلة العلاج ولم يترك وسيلة إلا واتبعها ولكن بلا فائدة فنصحه بعض أصدقائه المقربين أن يسافر إلى دولة متقدمة في مجال طب العظام فسافر ولكن الطب في الخارج لم يسعفه ولم يجد العلماء سببا لما حدث لقدميه رجع التاجر إلى بلده في العشر الأواخر من رمضان وقرب العيد بعد أن قرر أن يموت على فراشه بين أبنائه وزوجته وقبل يومين من استقبال العيد وأثناء ما كان التاجر ينتظر أن يأتي أجل الله إليه قام بزيارته شيخ معروف بحكمته وصلاحه بعد أن عرف قصة التاجر كاملة فنصحه أن يبحث عن أسرة فقيرة جدا ويقوم بالتصدق عليها وأن تكون الصدقة غنية بمعنى أن يغنيهم ليس فقط ما يكفي سد الرمق وقال له أيضا اشتري لهذه الأسرة كل ما تحتاجه واشتري لهم مثل ما تشتري تماما لأهل بيتك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم داو مرضاكم بالصدقة وقال أيضا الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله سمع التاجر النصيحة ولأول مرة يعقد العزم على العطاء والتصدق فأمر أحد أبنائه أن يقوم بالبحث عن أسرة فقيرة وتوصل الإبن إلى أرملة مسكينة لديها أربعة أطفال فطرق الإبن بابها وقام بإخبارها أن والده أرسله ليعطيها حق الله فوجد الإبن أولادا عراء وأم منكسرة لا تملك حتى قوت يومها فقام بالشراء ملابس جديدة للأم والأطفال واشترى كل المواد الغذائية بكافة أنواعها حتى الحلوى والأحذية والألعاب فقد اشتراها للأطفال كما قام بشراء أثاث جديد للمنزل وأعطى للأم المسكينة مبلغا كبيرا ففرحت الأم وأبناؤها بسبب ما تم شراؤه لهم وخاصة أن العيد على الأبواب بعد أن انتهى الإبن من مهمته وهم بالخروج انطلق صوت أدان العصر فشاهد الإبن السيدة ترفع يديها إلى السماء وتقول وهي تبكي اللهم أسألك أن تدخل السرور في قلب من أدخل السرور في قلوبنا فرح الإبن كثيرا بما سامعه من الأم ودعوتها الصادرة من قلبها المنكسر وعندما رجع لأبيه كانت المفاجأة فقد رأى والده يقف على رجليه ضاحكا فرحا وكاد يرقص من فرحته ففرح الإبن وأخبر والده بالقصة كاملة فسأله الأب متى كانت هذه الدعوة فقال الإبن عند أذان العصر فقال الأب والذي نفسي بيده إنني شعرت في تلك اللحظة وفي نفس توقيت الأذان بأن ملكا مسح على قدمي ثم سجد الأب لله شكرا ووعده بالتصدق وقضاء حوائج الفقراء واليتامى والأرامل وكل محتاج مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ترجمة نانسي قنقر